يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة بشأن فلسطين يستمع الأعضاء خلالها إلى إحاطة من كبيرة منصق الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاج حول تنفيذ القرار الدولي رقم 2720 كان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد في ديسمبر الماضي قرارا يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار كما يقدم المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إحاطة إعلامية بهذا الشأن أيضا